ربما لم تتوقع ميليشيات إيران أن يكون الرد في منطقة بعيدة تماماً عن منطقة الهجوم غارة أمريكية في سوريا للرد على قصف أربيل سيناريو الفعل ورد الفعل الذي تكرر أكثر من مرة وإن بتفاصيل مختلفة عدد من عناصر الميليشيات التابعة لإيران قتلوا في غارات شنتها مقاتلات أمريكية ليلاً على مواقع شرقية سوريا بمحاذاة الحدود مع العراق في سياق الرد على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأمريكيين وحلفائهم بحسب مصادر عسكرية في واشنطن وذكر شهود عيان أن الطائرات الأمريكية استهدفت بست غارات على الأقل ثلاث شاحنات تابعة لميليشيات مدعومة من إيران وهي متجهة نحو قاعدة الإمام علي في البادية القريبة من منطقة البوكمال السورية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أكدت في بيان أن الغارة رسالة واضحة بأن الرئيس جو بايدن سيتحرك لحماية الأمريكيين والتحالف وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الضربة أصابت الهدف المطلوب عبر استهداف الميليشيات ذاتها التي نفذت هجوم أربيل الأخير من جانبه قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن الضربة دمرت عدة منشآت في نقطة سيطارة حدودية تستخدمها ميليشيات حزب الله وسيد الشهداء المدعومتين من إيران مشيرا إلى أن الضربات نفذت بشكل محسوب بغية عدم تصعيد الوضع في العراق وشرق سوريا وفي هذا السياق تقول وكالة رايترز أن قرار بايدن قصر الضربات على أهداف في سوريا دون العراق ولو في الوقت الراهن على الأقل يعطي حكومة مصطفى الكاظم متسعا لإجراء تحقيقاتها في هجوم أربيل وهما لم يحصل حتى الآن وليس واردا أن يحصل في المستقبل القريب في ظل عجز الحكومة عن التعامل مع تلك الميليشيات وفشل المحاولات السابقة التي ارتدت عليها ووضعتها في موقف لا تحسد عليه بعد أن اضطرت رغبا أو رهبا إلى الانصياع لإرادة تلك الميليشيات وداعمها من أحزاب العملية السياسية ومن ورائهم إيران بكل ما تحمله من أجندة تدميرية في العراق ترجمة نانسي قنقر